يقول هل صحيح أن عبيد الله بن جحش تنصر حينها جرأي للحفشة؟ هذا قول أصحاب السيار ولكن لم نره بسند يثبت وغاية ما فيه عندهم بعض المراسيل وقد ألف بعض أخواننا في دماج رسالة في تفنيد هذه القصة بما حاصله أنه لم يثبت شيء في هذا ولو ثبت تنصره لقال أبو سفيان له رقل نعم قد ارتد عبيد الله بن جحش وكان زوجا لابنة أبو سفيان لأم حبيبة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلم يثبت أن الردة لحقت أحدا من السابقين الأولين من أصحاب الهجرتين وإن كان قد ارتد بعضهم شهر ارتداده يا عبد الله بن خطر ومن في بابه والله المستعان فلا يجوز أن يطعن في صحابي بسبب ظنيات ومراسيل والمراسيل عند أهل العلم ليست بحجة كما بين ذلك مسلم في مقدمة صحيحة شكرا لكم شكرا لكم شكرا